بعض المفاهيم التربوية أسمع من الأمهات ومن الآباء أنا خسرت أولادي هي وين المشكلة بالضبط؟ المشكلة يعني الله عز وجل يصف الإنسان وخلق الإنسان عجولة عجولة يعني الإنسان دائماً مستعجل 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 ها؟ ولذلك إحنا حتى في تربيتنا لأولادنا مستعجلين نبي الحين نكلم عن الصبر ونبي نشوف آثار الصبر الحين نبي نقول لي الله يا بابا قوم صلي ونبي حافظ على الصلاة الحين لا هي التربية مو بالشكل هذا هي التربية مثل أشجار الخيزران تعرفون أشجار الخيزران البامبو البذرة تنحط في الأرض والفلاح يسقيها ماء خمس سنوات تخيلوا خمس سنوات والفلاح يسقي البذرة الماء وما يشوف أثر كل يوم هي يسقيها ماء ما يشوف أي أثر لها ليش؟ لأن البذرة قاعدة تنمو في الأسفل في أسفل الأرض خمس سنين والفلاح صابر وكل يوم يسقيها ماء في السنة الخامسة شجر البامبو هذا الخيزران على طول تطلع متر تخيلوا متر متر بيوم واحد وفي بعض الدراسات تقول تطلع ثلاثين وربعين صانتي قدم يعني في يوم واحد خلال شهر أو شهرين شجرة الخيزران تطلع في السماء تقريباً ثلاثين متر ثلاثين متر تخيلوا طيب الحين صار لنا خمس سنين وإحنا نسقيها ماء ما شفنا شي بعد الخمس سنين بشهر ولا شهرين اطلعت ثلاثين متر تربية الأطفال نفس الشي لا أين الحين أنا أتكلم مع ولدي وأبي أشوف الثمرة بعد خمس دقائق ولذلك كثير من الأباء والأمهات فيهم إحباط وفيهم يأس ليش؟ لأنهم يستعجلون قطف الثمرة يعني إحنا فقهاءنا عندهم عبارات جميلة يقول لك من استعجل الشي قبل أوانه عوقب بحرمانه يعني شنو؟ يعني أنا إذا بستعجل بقطف الثمرة قبل أوانها أعاقب بحرمانها الله يحرمني منها لأنني أنا عجول 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 فالله يحرمني منها لذلك الأصل في التربية الصبر والأصل في التربية التدرج ما أنزل وجبة كاملة على الطفل مسكينه عمره كله ثلاثة أربع سنوات لا راعيت النمو الوجداني عنده لا راعيت النمو العقلي عنده لا راعيت النمو النفسي عنده لا راعيت النمو السلوكي عنده ما يصير ما يصير يعني احنا ترى احنا الكبار ننسى نفسنا لما كنا احنا صغار كيف احنا عذبنا والديننا وكيف كنا اشقيها وكيف كانوا يشتكون مننا صح ولا لا اكثرنا بالشكل هذا والحين مع عيالنا نبي عيالنا مثاليين لا مو صحيح اذا هذا مفهوم اول لابد ان نستوعب اذا عبارة انا خسرت عيالي عبارة خاطئة من يقول هذه العبارة معناته هو استعجل الثمرة لان ثمار التربية ما تبين بسنة وسنتين ولا باربع سنين وخمس سنين وبعدين مسيرة الطفل دائما الطفل ما يمشي في التربية بالشكل هذا شوفو الطفل يمشي بالشكل هذا شوف طالع نازل طالع نازل هذا الطبيعي في التربية لانه الطفل عنده مزاج والطفل متقلب والطفل ما يمشي سيده مثل الكبار الكبار تعودوا على العمل الروتيني وعلى الحياة الروتينية كل يوم يقومون ساعة معينة يتفطرون اكل معين بعدين برنامجهم برنامج معين بعدين عندهم اعمال ليم الليل بعدين ينامون في اعمال روتينية الطفل الطفل مزاجي يدير المزاج وبالتالي احنا لازم ما نستعجل الثمرة ولكن نستمر في التربية الى اخر نفس في حياتنا يعني يعقوب عليه السلام جمع اولاده ووصى يعقوب بنيه يقول يعقوب لبنيه يا ابني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني الى اخر لحظات في حياته وهو يوصي ابناءه لا تموتون إلا وأنتم مسلمين فهو هذا الهدف اللي يبي يوصي لعياله وهذا هدفنا احنا في التربية احنا ما الهدف التربوي اني انا احافظ على عقيدة ولدي وهويته واحميه واساعده كيف هو يحمي نفسه وهذا هدف التربية هو هدف التربية مو يعكل ويشرب ويلبس ويطلع ويلعب لا 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 مو هذا هدف التربية هدف التربية هو هدف فكري هدف ثقافي لأن الله عز وجل منزل آدم للأرض كلفه برسالة وأنه خليفة فإذن هدف التربية كيف أنا ربي ابني أن يكون خليفة كيف ربي بنتي أن تحمل الأمانة أمانة السماء هذا هي هدف التربية وهذا الهدف لازم ما استعجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يغرس العقيدة وكمل بعد ذلك عشر سنوات في المدينة المنورة في بناء الدولة فإذن هذا هو المنهج التربوي اللي المفروض أنا ما أستعجل قطف الثمرة هذه مسألة قلت يعني بصولف معاكم فيها في البداية وبعدين بفتح المجال معاكم ناخذ أسئلتكم للنقاش والحوار وأجيب على أسئلتكم الآن بس إش راح أسوي أنا أنا أمامي الآن أكثر من شاشة وعندي أكثر من قناة فحتى نعطي كل ذي حقا حقا فنبدأ بالفيسبوك بعدين نروح على الإنستغرام بعدين عن اليوتيوب وبعدين فريق لتويتر تمام؟ ناخذ هاللفة هذه وتجاوب على الأسئلة الموجودة يعني خلال نص ساعة لقاء معاكم ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير طيب الأخت نادية من الفيسبوك تقول يا دكتور يريت الله يعطينا مثل طولة بالك وتفاؤلك والأخت فرح تقول المشكلة في المحيطين والله يشوفوا أقول لكم شيء التفاؤل وطول البال هذه تربية وهذه من كسب الإنسان يعني الإنسان بإيده يستطيع أن يكون عصبي ويستطيع أن يكون حليم الإنسان بإيده يستطيع أن يكون متشائم ويستطيع أن يكون متفائل ما معنى بإيده يعني أقصد بقراره وهذه ترى نقطة مهمة جدا وإحنا يعني تربينا عليها وأنا أعتقد هذه تربية خاطئة شون تربينا عليه حنا تربينا على شيء اسم الإسقاط إيش يعني الإسقاط الإسقاط اللي هي مثل الشماعة يعني مثلا أعطيكم مثال ابني أنا أخذ قلاس الماء هذا وسكب الماء على الأرض عصبت أنا تمام جاني شخص قال لي أنت ليش عصبت شو جوابي أنا عصرت لأن ابني سكب الماء على الأرض الجواب هذا غلط مو صحيح مو صحيح أنا ربط عصبيتي بسوء تصرف ولدي هذا مو صحيح هذه شماعة هذا احنا نسميه إسقاط أنا تقصيري وأخطائي قاعد أسقطها على الآخرين طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح من اتخذ قرار العصبية؟ من؟ أنا إذن أنا أتحمل مسؤولية العصبية ابني ما لا علاقة في الموضوع ابني ما لا علاقة في الموضوع بس إحنا تربينا دائما أنت السبب أنت السبب فلان عصب ليش معصب؟ والله أنا زوجتي عنيدة فأنا عصبت هو إيش دخل هذا بهذا ما فهمت أنا هي زوجتك عنيدة أنت ليش معصب؟ فلانة عصبت أنت ليش عصبتي؟ والله زوجي شتمني فعصبت ما لا علاقة ما لا علاقة هو شتم هو مخطئ أنا عصبت هذا قراري فلا تحطون الزوج شماعة الزوجة شماعة الطفل شماعة تعرفون إحنا ما قرار نسوي؟ إحنا كأننا قرار نقول إحنا الوحيدين اللي ما نخطئ وحتى لما إحنا نخطئ ترى أنتوا السبب هذه إحنا قرار نسويها على المستوى التربوي وقرار نسويها حتى على المستوى التاريخي يعني الآن إني مثلا على أي قضية من القضايا أي قضية فشلنا السياسي في أي مكان أو في أي دولة عربية لما نناقش الفشل السياسي شنجاوب؟ نقول إيه أمريكا هي اللي تخطط ضدنا والدول الكبرى هم اللي يبون يشتتوننا ويدمروننا شوف نفس فكرة الإسقاط والشماعة والشماعة الجانب التربوي هي نفسها في الجانب السياسي خذوها في الجانب الاقتصادي نفس الشيء لما أنا أشتكي من عدم وجود دخل عندي ماي أقول والله السبب فلان والسبب فلان والسبب فلان والسبب فلان أكثر الأباء والأمهات يستعجلون في قطف ثمرة التربية يبي لما يعلم ملدها الحين الصدق الولد يصير صادق طول عمرها يبي لما يعلم البنت التعاون والتضحية أبد يبيها هي دائما متعاونة ودائما الضحية طول عمرها لا 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 التربية مبهى الطريقة التربية تحتاج نكرر القيمة مرة مرتين ثلاث التربية تحتاج طول نفس التربية تحتاج صبر التربية تحتاج أني أنا أغرس القيم وغمض عيني والنتائج مع الوقت رح أشوفها في المستقبل يعني التربية حالها حال زراعة الخيزران البامبو شون يزرع تعرفون البدرة تنحط على الأرض ويتم سقيها بالماء تخيلوا خمس سنين ما تطلع فوق سطح الأرض لكن جذورها تنزل تحت الأرض التربية نفس الشي حنا لما نربي قاعد نأسس بس ما نشوف ثمرة تعرفون الخيزران هنا يطلع فوق الأرض بعد خمس سنين ويطلع ثلاثين سانتي ثلاثين ثلاثين لما يوصل ثلاثين متر تخيلوا التربية نفس تربية وزراعة الخيزران لا تستعجلون الثمرة ما عن الرسول إلا البلاء وخدمة معين تعينكم في حسن التربية وجودتها والصبر وطول النفس